أعزائي المشاهدين طابة وقاتكم وأهلا ومرحبا بكم في موقع الثقافية دوت كوم وهذه الحلقة الجديدة من حواراتي التي أجريها مع الشخصيات الثقافية والفنية والإبداعية العراقية والعربية والعالمية في هذه الحلقة من الحوارات ألتقي بفنان شاب فنان عراقي شاب يقيم ما بين العراق وخارج العراق المخرج العراقي شاب أسامة رشيد وهو الشقيق الأصغر للمخرج العراقي المتميز عدي رشيد الذي أطلق العنان للسينما العراقية ما بعد انهيار النظام السابق لكن قبل أن أبدأ الحوار مع ضيفي العزيز أود الإشارة إلى أن ثورة الأول من أكتوبر في العراق وفي ساحات التحرير العراقية تمكنت من تحقيق أمور عديدة ربما لم تتمكن من تحقيق كل الأهداف التي انطلقت من أجلها والتي سالة من أجلها دماء الكثير من الشباب تمكنت من تحقيق جزء من الأهداف التي انطلقت من أجلها أسقطت حكومة فاسدة وأطلقت العنان ليس فقط شعارات وإنما مطالب شعبية لا ينبغي الغض النظر عنها ولا يمكن لأي حكومة حالية أو قادمة أن تتجاهلها إلا أن هذه الانتفاضة أيضا أطلقت العنان لأمر آخر أمر مهم للغاية لمستقبل العراق أظهرت هذه الانتفاضة أو بالأحرى أبرزت دور الشباب العراقي هذا الجيل الجديد القادر على أن يحرك ما كان يعتقد أنه ساكن إلى الأبد ومثل ما يقولون بالعراقي خانص إلى أبد الآبدين هؤلاء الشباب لم ينطلقوا لأسباب أيديولوجية أو فكرية أو دعائية أو انتماءات طائفية أو عرقية انطلقوا من مبدأ واحد فقط وهو نريد وطنا نريد وطنا آمنا يضمن العيش الكريم لنا لأجيالنا لعوائلنا لناسنا من هؤلاء الشباب الذين برزوا بالذات في ساحة التحرير في بغداد مجامع سينمائين الشباب الذين قدموا بشكل يومي ومتواصل ما كان ينجزونه من أعمال وأفلام عن التظاهرات وعن بطولات هذه التظاهرات وبنوا خيمة السينما أو بالأحراز خيمة سينما الثورة التي تواصلت مع الجمهور وأسهمت حتى في ظل ذلك الاضطراب الكبير في ساحة التحرير أسهمت في خلق ثقافة المشاهدة وعي المشاهدة وإمكانية الإسهام في السجال والنقاش والنقد السينمائي لدى المتواجدين في الساحة بإمكاني أن أذكر أسماء كثيرة لكن قد أنسى اسما ما لهذا أفضل أن لا أذكر الأسماء وإنما أحاول أن ألتقي بهم بين فترة أخرى للحديث معهم واليوم ألتقي بواحد من هؤلاء الفنانين السينمائيين الشباب أسامة شكرا جزيلا لك لتواجدك معي في هذا البرنامج في هذه الحلقة من حواراتي أود أن أنطلق معك في البداية مما تتوقعونه أو تترقبونه أنتم جيل الشباب المثقفين الشباب الفنانين الشباب من الحكومة العراقية الحالية بعد أن اكتملت واكتملت في جو مضطرب وفي عجز في الميزانية هائل وأفاق غير واضحة لكن بالتأكيد أنتم لديكم مطالبكم ما الذي تترقبونه من الدولة العراقية بشكل عام ومن وزارة الثقافة بالتحديد مساء الخير أستاذ عرفوان شكرا جزيلا على هذا اللقاء وأتمنى أنه أنت بصحة وبعافية وكل أصدقائنا بعيدين عن هذا الفيروس اللي وقف كل شي بهذا العالم يعني مو فقط عندي أو عندك وأتمنى أنه هذا الوقت اللي قاعدنا به بالبيت وما قدرنا نطلع وقدرنا نشترى على بشارية يعني المتوقفة وبعض من الأشياء اللي لازم كان تكمل اللي هي تخص المونتاج أو الكتابة السيناريا بصورة عامة من الأشياء اللي أتمنىها من الحكومة الجديدة وأي شخص يجي مسؤول عن الثقافة بصورة عامة بهذا البلد هو التركيز على الشباب اللي هم تحسن الـ 18 الشباب اللي موجودين بالمدارس اللي هي متوسطة وإعدادية أكو نظام كلش حلو أنه واحد يقدر يأسس جيل واعي إذا هو سينمائية أو أي نوع من أنواع الثقافة اللي موجودة عن طريق بناء ورش أنه نتقدمون ورش أكو عندنا كلش غواية متخرجين من الأكاديمية للفنون أو من أي جهة فنية ثانية بالعراق للمحل الفنون الجميلة قادرين على تعليم غواية أشياء بسيطة ممكن تكبر وعي المتلقي داخل العراق وعندما يكون عندك مشاهد أفضل فرح تكون بالنتيجة عندك سينما أفضل أو تلفزيونة أفضل أو صحافة أفضل لأنه يكون عندك وعي المتلقي اللي لازم كل فنان يدرك أنه هو بياماً قايحتي وهذا الشخص القايحتي هو مو شخص غبي هو شخص عايقون ذكي بصورة عامة من يكون هو متأهل أنه يشوف مشاريع فنية بحثة ومشاريع مون فقط من أجل البوكس أوفيس بالنتيجة رح أصير عندك أنت في الشيء اللي هو البوكس أوفيس اللي هو موجود في كل العالم يعني بس إنه من يجي مباوة على البوكس أوفيس هذا هو البوكس أوفيس الأمريكا والألمانيا أو أي مكان خلي نقول بالدول الغربية ينجح البوكس أوفيس مالاتهم لأنه عندهم متلقي عندهم متلقي واعي يعرف شنو قيمة السينما حتى ذا عنده نتفلكس حتى ذا عنده أي نوع من أنواع التلفزيون اللي يقدر يشوفيها أي فيلم يريد بس ذهاب للسينما هو في الشيء ثاني مختلف وعلى مدل أنه تجد تخلي الناس أو المجتمع يرجع لهذه العادة أنه يرجع يروح للسينما أعتقد هو لازم نبث بروح السينما بداخل الشباب واللي هم تحت سنة 18 أنه ناخذ ناس يروحون يصنعون ورش سينمائية إذا هي ورش تنفيذية أو إذا هي ورش مشاهدة أو نقد ممكن واحد يكتر يخلق بها هذا المجتمع طيب وبتحديد أكبر أسامة ما الذي تترقبونه من المشرفين على قطاع السينما أنا شخصيا أعرف جيدا أن المجموعة التي تولت إدارة قطاعات السينما والمسرح في الآون الأخيرة خلال وزارة دكتور عبد أمير الحمداني أنجزوا الكثير كانت هناك مشاريع كثيرة كانت هناك برامج كثيرة كانت هناك رغبة لدعم السينما العراقية الشابة ورغبة لإقامة مهرجان سينمائي دولي يليقوا باسم العراق وبثقافة العراق لكن بالتأكيد لا نعلم ما الذي سيحدث ما الذي تترقبونه أنتم من المسؤولين على قطاع السينما بالتحديد اللي أتمنى من أي شخص سيكون مسؤول عن السينما بصورة خاصة بالعراق أنه استفاد من الخبر الموجودة عند هواية ناس يشتغلوا بمجال المهرجانات والتسويق خاصة لأن صناعة فيلم بالعراق ممكن وشفناها خلال هاي 18 سنة الفاتت وراء 2003 اللي حد هذا اليوم هواية ناس وهواية شباب قدروا بالمستحيل يسووا الأفلام بس المشكلة كان دائما هي المشكلة التسويقية مو المشكلة الإنتاجية المشكلة الإنتاجية ممكن حلها بس يعني من الممكن أن يكون أفضل عن طريق الدعوم وعن طريق أي شيء بس أعتقد الموضوع التوزيع كلش مهم وهذا يقدر يستفاد من الشخص المسؤول بالسينما يستفاد من خبرات الناس اللي يشتغلون بمهرجانات كثيرة اللي هم عراقين وأعتقد أنه ما عندهم أي مشكلة مساعدة السينما الداخل الإعراق لأنهم حمهم حالنا إنهم هم سينمائي وهيا هيا أمنية إذا صارت فاني أتوقع أنه راح يكون عندنا جيليا مختلفين اللي هو الجيل الجديد اللي راح يكون واعي ويعرفش راح يشوف راح يكون عندنا جيل اللي هو عنده الخبرة اللي راح ينقل السينما للعالمين بوجود هذا النشيين راح يكون الفنان مفطر السينما راح يكون مفطر إنه يبدأ بشكل مختلف يخلق صورة مختلفة يخلق قصة مختلفة لأنه أكو نقاط كل زاوية موجودة داخل حياته نقاط إذا هما بالبيت وكنوا قال إذا هما مختصين بالمهرجانات إذن برأيك أنت مقتنع أن بإمكان السينما والمسرح والثقافة بشكل عام إذا ما إنجزوا بشكل بشكل دقيق ومبرمج ومنسق ممكن أن يصبحوا أيضا مصدر دخل لألاف الناس العاملين في هذا الإطار وممكن أن يكون مصدر أيضا إثراء اقتصادي للبلد في نفس الوقت أليس كذلك؟ هذا اللي يتمنى بالسينما العراقي إنه تتحول اليوم لأيام إلى صنعة إلى حالة حال زراعة حالة حال النفط ومثل ما شكنا بالكورونا النفط بيوم وليلة صار هو مو مصدر رزق للعراق صار في شيء حالة حالة أي شيء ثاني وهذا ممكن بأي يوم يصير لأنه هسا كل العالم قاعد تجاه التجاه الطاقة المجددة والطاقة النظيفة فمعناتها يا حكومة العراقية انتبهوا اللي بداخل شعبكم اللي هم اللي هم مبدعين هم دولة اللي رح يكونوا المستقبل لاقتصادكم أنتم نفسه فركزوا عليهم ركزوا على المجتمع طريقة مختلفة ونتمنى الموفقية لكل وشكرا جزيلا لك أستاذ عرفان مرة ثانية على هذا اللقاء عزيزي وسامة شكرا جزيلا لك أنا سعيد لأنني تحدثت معك الحديث معكم أنتم الشباب يبعث فينا نحن الجيل السابق لا أريد أن أقول الجيل الشائخ وإنما الجيل السابق شوية أكبر من عدكم سنا يبعث فينا أمل أن هذا العراق لن ينهار قد يكبو لكنه لن ينهار طالما أنتم موجودون وبالتأكيد ستحققون ما تطمحون أو ما ترمون إليه شكرا جزيلا لك على الوقت الذي خصصته لي للحديث وشكرا لكم أعزائي المشاهدين على التواصل معنا في مشاهدة ومتابعة هذا البرنامج حتى ألتقيكم مرة أخرى لكم مني أطيب التحيات وملايين الأمان موسيقى 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 موسيقى